كورا بيزنس كيف تم استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل تم استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونيتد بمبلغ وصل إلى 305 مليون جنيه استرليني لينتهي بذلك عهد المالك السابق مايك أشلي ويبدأ عهد جديد في النادي العريق فمن هم الملاك الجدد وكيف تمت الصفقة وما هو سبب توقفها من الأساس وما هو المتوقع أن يحدث في النادي الإنجليزي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومتابعتنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي تمت الموافقة على عملية شراء النادي منذ 18 شهرا بعد أن توقفت عملية شراء النادي بسبب مزاعم إدارة الدور الإنجليزي أن السعودية تساهم في انتشار قرصانة حقوق بث الدور الإنجليزي وذلك بسبب حظرها لقنوات بي إن سبورتس التي تعتبر النقل الوحيد والشرعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم احتواء الموقف بعد عمل تسوية تم على إثرها رفع الحظر المفروض على قنوات بي إن سبورتس في المملكة لتواصل نشاطها في بث مباريات الدور الإنجليزي الممتاز وبطلات اليويفا بطريقة شرعية كما وعدت المملكة أيضا بمحاربة أي أشكال للقرصنة على حقوق البث التلفزيوني مستقبلا أيضا تلقت إدارة الدور الإنجليزي تطمينات من ولي العهد محمد بن سلمان بأن المملكة لن تتدخل في إدارة النادي وأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيادة ياسر الرميان محافظ الصندوق سيكون جهة مستقلة عن الدولة ولن تتدخل الدولة في قراراته وهو الأمر الرئيسي الذي أدى إلى انهيار عملية شراء النادي في يوليو الماضي إدارة البريمير ليك في بيانها التي أعلنت فيه عن انتقال ملكية النادي بيّنت أنها قد حصلت تأكيدات قانونية بأن النادي لن يتم إدارته مباشرة من الدولة كما أعلنت أن كل المشاكل المتعلقة بحقوق البث قد تمت تسويتها من هم الملاك الجدد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان سيصبح الرئيس غير التنفيذي لنادي نيوكاسل في حين ستصبح أماندا ستيفلي الرئيس التنفيذي الجديد للنادي والوجه الإعلامي للنادي صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك 80% من الأسهم في حين يملك رجلي الأعمال سايمون وديفيد روبين نسبة 10% من أسهم النادي وتملك العشر بالمئة الأخيرة شركة بي سي بي كابيتل والتي ترأسها أماندا ستيفلي ومقرها دبي في الإمارات العربية المتحدة أماندا ستيفلي كانت قد خادت المفاوضات التي انتهت باستحواذ الشيخ منصور بن زايد على نادي مانشستر سيتي وهو ما جعلها تكتسب ثقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي وكلها بمهمة المفاوضات مع رئيس نادي نيوكاسل السابق مايك أشلي حيث استمرت المفاوضات معه حوالي ثلاث سنوات في أول حديث لها بعد اكتمال عملية الاستحواذ صرحت قائلة أهدافنا تتماشى مع طموحات الجماهير وهي أن نصنع ناديا مستقرا ينافس باستمرار على البطولات الكبرى ويجعلنا فخورين به في أرجاء العالم في المقابل صرح ياسر ارميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة قائلا نحن فخورون جدا بأننا قد أصبحنا الملاك الجدد لنيوكاسل يونايتد أحد أشهر الأندية في الكرة الإنجليزية نشكر كل جماهير نيوكاسل الأوفياء التي لا طالما سندته على مر السنين ونتطلع قدما للعمل معا في ظل وجود نيوكاسل يونايتد في المركز قبل الأخير في الدوري وعدم تحقيقه لأي فوز فإن أول قرار متوقع للإدارة الجديدة هي إقالة المدرب ستيف بروس وتعيين مدرب أعلى جودة كما وعدت الإدارة الجديدة بالاستثمار في مرافق النادي وتطوير الأكاديمية والاستثمار عموما في المدينة الاستحواذ على نادي نيوكاسل هو جزء من رؤية المملكة لعام 2030 والتي تهدف من خلالها للانفتاح على العالم وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق استثمار أمواله في مشاريع متفرقة بعض التقارير المالية أشارت إلى أن النادي سيتمكن من انفاق مبلغ كبير قد يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني دون أن يخرق قانون اللعب المالي النظيف وذلك بسبب أن الملاك السابقين لم يصرفوا الكثير من الأموال في سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة وهو بالأساس سبب غضب الجماهير عليهم كما أن النادي غير مثقل بالديون وكان في وضع مالي جيد قبل بيعه بعض التقارير أشارت أيضا أن الإدارة الجديدة ترغب في الانفاق بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك للمحافظ على بقائه في الدور الإنجليزي الممتاز وهو الهدف المبدئي لهذا الموسم عاش نادي نيوكاسل لحظات عصيبة مع المالك السابق مايك أشلي الذي امتدت فترته إلى 14 عاما هبط خلالها النادي مرتين من الدور الإنجليزي الممتاز وهو ما جعل الجماهير تحتفل طاربا أمام ساحات ملعب سينت جيمس بارك عند اكتمال بيع النادي للملاك الجدد شاركون بآرائكم وتعليقاتكم ما هي توقعاتكم لمدرب نيوكاسل الجديد وهل تتوقعون أن تنفق الإدارة الجديدة بسخاء في سوق الانتقالات الشتوية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مرحبا بكم فبدعمكم حتما نستمر